ما تلبث أن تهدأ مياه البحر الأحمر حتى تخرق هدوءها نيران المواجهة بين صواريخ الحوثيين ودفاعات المدمرات الأمريكية جماعة الحوثي أعلنت استهداف سفينة تجارية أمريكية بصواريخ باليستية وقالت إنها حققت فيها إصابة مباشرة العملية وفقا لبيان الناطق العسكري باسم الجماعة يحيا سريع جاءت بعد ساعات من استهداف المدمرة الأمريكية يو اس اس غريفلي بعدة صواريخ بحرية مضيفا أنها تعرضت لإصابة مباشرة هي الأخرى في الضفة المقابلة تقول القيادة الأمريكية المركزية إنها أسقطت عدة صواريخ وطائرات مسيرة في خليج عدن أطلقها الحوثيون من مناطق سيطرتهم في اليمن من بينها صاروخ أرض جوه مضاد للطائرات اعتبرته واشنطن يمثل تهديدا لمقاتلاتها الحربية في تطور جديد بمسار الاستهداف القوات الأمريكية بدورها شنت غارات عدة استهدفت مواقع تابعة للحوثيين في صعدة والحديدة بما قالت إنها دمرت غرفة تحكم بالمسيرات وعشر طائرات دون طيار كانت الجماعة تستعد لإطلاقها ضد سفن تجارية في البحر الأحمر وأمام الصراع المحتدم في المياه الدولية قرب اليمن تواصل لندن وواشنطن بحث خيارات المواجهة في وقت يشهد تطورات مستمرة بمسار الهجمات والهجمات المضادة وسط توسيع لدائرة الاستهداف ما يدفع باتجاه تصعيد أكثر شمولا ويضع خيارات مفتوحة لصراع قد يمتد إلى ما بعد الحرب على غزة اشتركوا في القناة